موسيقى السلام عليكم و أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية أعلنت وزارة الخليجية الجزائرية الجمعة في بيان لها عن زيارة مرتقبة للرئيس البنيني باتريش تالون للجزائر بيان للخليجية الجزائرية كشف أن الوزير أحمد عطاف اتفق مع نظيره البنيني باكاري أغادي أورشيل جون خلال زيارته إلى كوتونو اتفق على التحذير الناجع للزيارة من أجل إعطاء انطلاقة نوعية جديدة للعلاقات الثنائية بين الجزائر وبنين يضيف المصدر ذاته أكد وزير الخليجية الجزائرية أحمد عطاف رفض بلاده كافة أشكال التدخلات الأجنبية في أي مكان مع تغليب الحوار السلمي والمفاوضات لحل الأزمات تأكيدة وزير الخليجية الجزائرية جاءت ضمن الجولة الدبلوماسية التي يقوم بها بتكليف من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبو الجزائر ترفض آليا تدخلات الأجنبية في أي مكان تحدث قبل استنفاذ كافة الحلول السلمية اللجوء إلى القوى هو دائما عامل تأزيم وليس حلا أعتقد أن الجزائر مثل إكواس عن طريق الجهود الحالية تعمل على بلورة حل سلمي لهذه الأزمة عطاف شدد على ضرورة إعطاء كل الفرص للحل السياسي السلمي لإنهاء الأزمة في النيجر سواء من خلال إكواس أو من خلال المبعوثين الحخاصين الذين يتوفدون على العاصمة نعمي نحن الآن بصدد البحث عن حل سياسي سواء من إكواس أو المبعوثين إلى نيامي مبعوث الرئيس تبون كان في نيامي أمس لنعطي فرصة للبحث عن حل سياسي بوضع كل تصوراتنا وجهودنا لإعطاء كل الفرصة للحل السياسي إلى ذلك أكدت إيطاليا أنها تشاطر قلق الجزائر بشأن تداعية خيار اللجوء إلى استخدام القوة وأكدت استعدادها لمساندة جهود الجزائر ودعم مساعيها لتهدئة الأوضاع والعمل على تحقيق العودة إلى النظام الدستوري في النيجر عبل الصبول السلمية وجاء ذلك خلال مكلمة هاتفية تلقاها وزير الخارجية للجزائري أحمد عطاف أمس الجمعة من نظره الإيطالي أنتونيو طاقانيا الذي أعرب عن دعم حكومة بلاده وتثمينها عاليا لمبادرة الرئيس عبد المجيد تبون بإفادة مبعوثين أقول إلى النيجر ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بغية توفير الشروط الضرورية لتغليب منطق الحل السياسي للأزمة في النيجر نفت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت طلب سلطة نيجرية مغادرة الدبلوماسيين الأمريكيين الأراضي النيجرية في تأكيد على زيف الوثيقة المتداولة عبر الأنترنت التي تدعو إلى مغادرة بعض الدبلوماسيين وكانت وكالة الأنباء الفرنسية سحبت فجر اليوم السبت أخباراً حول طرد سفراء دول غربية من النيجر بعد أن تبين أنها استندت إلى وثيقة مزيفة بحث الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية لوناس مغرمان مع كبار المسؤولين في النيجر فرص الحل السياسي للأزمة هناك مجدداً رفض الجزائر خيال تدخل العسكري والتقى مغرمان الخميس مع رئيس الوزراء النجري علي الأمين زين وأعضاء من حكومته المعينين حديثاً من قبل المجلس العسكري وقال المسؤول الجزائري في تصريحاً لصحافة نيجرية إن الزيارة يجيها إلى نيامي بتكليف من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وتهدف الاتحادث مع سلطات العليا للبلد حول الوضع الحالي وإبراز موقف الجزائر بشأنه والذي يقوم على التفاوض والحوار السياسي للخروج من الأزمة دون استعمال العنف بين الجزائر والنيجر هناك علاقة جوار جد قوية وعلاقة تاريخية وسدقة جهنا للإستماعي وفهم الأوضاع وإبراز موقفنا حول الوضع القائم في النيجر نحن ممن يفضلون التفاوض والمقاربة السياسية وروح التهدئة لتحقيق التوافق للخروج من الأزمة دون اللجوء إلى العنف قالت النيجر ومالي وبوركينفاسو في بيان مشترك الخميس إنان يامي سمحت للقوات المسلحة المالية والبوركينفية بالتدخل على أراضيها في حالة وقوع هجوم أرحب وزراء خارجية الدول الثلاث خلال اجتماعهم بالعاصمة النيجرية بتوقيع قائد المجلس العسكري النيجري الجنرال عبد الرحمن تياني الخميس على أمرين يسمحان لقوات الدفاع والأمن المالية والبركينفية بالتدخل في أراضي النيجر في حالة وقوع هجوم وأضف البيان أن الوزيرين البركينفية والمالي جدد رفضهم التدخل المسلح ضد شعب النيجر معتبرين إياه بمثابة إعلان حر الوزيرين البركينفية والمالي قد جدد تضامن بلديهما أمام العقوبات غير القانونية وغير الشرعية وغير الإنسانية لإكواسا وخرق نصوص كل المؤسسات وقد جدد رفضهم التدخل العسكري ضد شعب النيجر وهو ما يعتبر إعلان حرب فيما يتعلق بالمسائل الأمنية الوزراء رحبوا بتوقيع رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن الجنرال عبد الرحمن تياني لتوصيتين في الرابع والعشرين أوت 2023 تسمح للقوات الدفاعية البركينفية والمالية بالتدخل على الأراضي النيجرية في حالة عدوان بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الخميس مساعي تنظيم وتحقيق الاستحقاقات الانتخابية في أقرب الآجل بيان للمجلس الرئاسي الليبي نشر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أشار إلى أن المنفي التقى رئيس حزب العدالة والبناء الليبي عماد البناني وتنولاء المستجدات السياسية وأهمية الوصول إلى التوافق وتوحيد الجهود بين كل الأطراف السياسية سعيا نحو تنظيم وتحقيق الاستحقاقات الانتخابية في أقرب الآجل إلى تطورات الوضع في السودان الآن أين حذرت الأمم المتحدة من كارثة إنسانية ستجتاح المنطقة بأكملها بسبب استمرار المعارك والاقتتال بين الجيش والدعم السريع في السودان والذي خلف مقتل أزيد من خمسة آلاف شخص أغلبهم من المدني بنظرات بريئة حائرة يهرب من قضاء محتوم قدر قاتم خطته شراسة الحرب في السودان التي لم ترحم براءة الأطفال ولا حيرة وعجز الكبار بدلاء من الماء على العربات وردع على ظهور الأمهات ينزحون مشيا على الأقدام يغادرون هربا من الموت والقصف في مشهد قد يلخص جانبا من الوضع الإنساني في هذا البلد والذي طالما حذرت الأمم المتحدة من استمرار القتال فيه لما سيكون له من تبعات مدمرة كلما طال أمد هذا القتال كلما كان تأثيره أكثر تدميرا يعاني مئات الآلاف من الأطفال بالفعل من سوء التغذية الحاد لكن هل تسمع صيحات الأمم المتحدة؟ فأصوات القصف تعلوا على صراخ الأطفال أطفال فتك بهم الجوع وغزاهم المرض واستنعدام تام للرعاية الصحية يتم الإبلاغ عن الحصبة والمالاريا والسعال الديكي وحم الضنك والإسهال المائي الحاد في جميع أنحاء البلاد لقد تم تدمير قطاع الرعاية الصحية مع خروج معظم المستشفيات من الخدمة وأدى القتال إلى نزوح أكثر من 3.6 مليون شخص داخليا في حين فر ما يقرب من مليون شخص عبر الحدود لا يمكن لأي صور أو كلمات أن تصف حجم المعاناة الذي وصلت إليه البلاد في ظرف أربعة أشهر فقط فخلال فترة وجيزة قتل نحو خمسة آلاف شخص وفقا لمنظمة أكليد غير الحكومية ونزح أكثر من أربعة ملايين وستمائة ألف شخص إلى أشان الفلسطيني الآن استجهد شاب فلسطيني أمس الجمعة متأثرا بجروح أصيب بها في وقت سابق على يد قوات الاحتلال الصهيوني حسب ما أولدته وكالة وفاة الفلسطينية كما أصيب عدد من الفلسطينيين المصلين نتيجة هجوم القوات عليهم في القدس يأتي ذلك بينما اعتقل تسعة فلسطينيين بمن فيهم والد الشاب القتيل ضمن حملة اعتقالات فيما أصيب فلسطيني آخر جنوب نابلس دراء هجوم مستوطني فلسطينيا دائما حذر مكتب الأهم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية الجمعة من تفاقم الاحتياجات الإنسانية في الظفة الغربية بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال الصهيوني على حركة الفلسطينيين وقالت فلورنسيا سوتو المسؤولة الأمامية في تصريحات إن هذه القيود تقوض إمكانية حصول الفلسطينيين على سبل العيش والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم مشددة على أن الاحتلال الصهيوني ملزم بمجب القانون الدولي بتسهيل حرية حركة الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية أدان الاتحاد الأوروبي بشأن تصريحات وزير الأمن القومي الصهيوني إتمال بنكفير الذي اعتبر أن حقه وعائلته في الحياة والتنقل بذفة الغربية المحتلة أهم من حق الفلسطينيين في الحركة وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان نشر الجمعة أن العلاقات بينه وبين الكيان يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية وشدد على أن جميع البشر متساوون ويجب معاملتهم بنفس الطريقة وأتضمن البيان تذكيرا لسلطات الاحتلال بأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وهي تشكل عقبة أمام السلام وأتهدده بجعل حل الدولتين غير طابق أو غير مقابل للتطبيق قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان هي في صميم الشركة مع الاتحاد الأوروبي بما في ذلك ما يتعلق بالمواطنين الذين يعيشون تحت الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام وتهدد تطبيق حل الدولتين ندعو إلى السماح بتحسين ملموس في حرية تنقل الفلسطينيين والسماح بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوقف عن تعكير ظروف العيش للفلسطينيين أعلن عبدالله أبو حبيب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الجمعة أعلن رفض بلاده لصيغة التجديد المقتلحة في مجلس الأمن الدولي لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفل وجاء على لسان الوزير أن بلاده ترفض صيغة المتداولة كونها لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق القوة الأممية في عملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش اللبناني لافتا إلى أن التجديد السنوي لهذه القوة يأتي بطلب من سلطات بيروت أعلنت روسيا أمس الجمعة إحباط هجوم أوكراني بوابل من المسيرات استهدف أساسا شبه جزيرة القرن في حين قالت القوات الأوكرانية أن الجيش الروسي يحاول اعتماد تكتيكات جديدة لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن واشنطن ستبدأ في تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة الطائرات المقاتلة من طراز F-16 أكتوبر المقبل ثمانية عشر شهرا ولا تزال الحرب مستعرة بين روسيا وأوكرانيا تضاعف كييف من هجومها المضاد على موسكو مستهدفة الداخل الروسي بصوارخ وطائرات مسيارة مع ساعات الصباح الأولى قال الجيش الروسي إن أوكرانيا حاولت مهاجمة أهداف مدنية بصاروخ معدل من طراز S-200 وزارة الدفاع لفدت إلى أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت الصاروخ فوق منطقة كالوغا المتاخمة لموسكو من الصواريخ إلى المسيارة تكشف الدفاع الروسية عن إحباطها هجوما بوابل من المسيارات الأوكرانية استهدف أساسا شبه جزيرة القرم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تم اعتراض خمس قاذفات سواريخ متعددة من طراز هايميرس وساروخ مضاد للرادار أمريكي الصنع من طراز هارب بالإضافة إلى ساروخ موجه مضاد للطائرات محول من طراز S-200 كما تم إسقاط 73 مسيارة أوكرانية عن طريق التشويش الإلكتروني تتعرض القرم بانتظام لهجمات بمسيارات جوية وبحرية منذ بدء كييف هجومها المضاد وقد تمكنت موسكو مع نهاية جويليا الماضي من إسقاط 25 طائرة مسيارة موجهة ضد القرم بعدما أسقطت 18 أخرى منتصف الشهر ذاته وعلى صعيد الدعم الغربي الموجه لكييف يعلن البيت الأبيض عن نقاش دار بين الرئيس جو بايدن ونظيره الأوكراني فولودومير زيلنسكي حول بدء تدريب طيارين أوكرانيين على تشغيل طائرات F-16 ذاك أمر تكشف عن تفاصيله وزارة الدفاع الأمريكية بعد تدريب هؤلاء الطيارين على اللغة الإنجليزية في شهر سبتمبر من المتوقع أن يبدأ التدريب على قيادة طائرات F-16 في شهر أكتوبر بقاعدة مورسا الجوية للحرس الوطني في أريزونا على الرغم من عدم علمنا الدقيق بعدد الأوكرانيين الذين سيشاركون في هذا التدريب إلى أننا نتوقع أن يشمل العديد من الطيارين وعشرات المشرفين تطور يأتي بعيد إعلان النرويج عزمها تزويد أوكرانيا بعدد من هذه المقاتلات الأمريكية لتصبح بذلك ثالثة دولة تقطع تعهدا مماثلا منذ سمحت واشنطن لحلفائها الغربيين بتزويد كييف بهذا السلاح المتطور هذا قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي قال أن بلاده ستزويد كييف بمقاتلة F-16 في المستقبل القريب مشيرا إلى أن الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية على نظرتها الروسية أبطأ مما أو أبطأ مما كان مخاططا له طائرة F-16 هذا يمضي قدما في الواقع لذلك هناك برنامج تدريبي قائم ومن المحتمل أن يتلقوا طائرة F-16 هنا في المستقبل غير البعيد الأوكرانيون لديهم قدر كبير من القوة القتالية المتبقية وهذا لم ينتهي بعد لذلك أعتقد أنه من السابق لأوانه القول بصراحة ما إذ كان قد نجح أم فشل من الواضح أنه حقق نجحا جزئيا حتى الآن الآن السرعة التي تم بها الهجوم أبطأ مما كان يعتقد المخططون قالت الحكومة الدانيمالكية أمس الجمعة أنها ستقترح تشريعا يجرم حرق نسخ من المصحف الشريف في الأماكن العامة في إطار جهودها لتهدئة التوترات المتزايدة مع عدة دول إسلامية وقال وزير العدل الدانيماركي بيتر هوميل جالد في مؤتمر صحفي قال إن الحكومة ستقترح تشريعا يحضر التعامل بشكل غير لائق مع أي رموز ذات أهمية دينية لأي طائفة دينية وشهدت دينمارك والسويت في الأسبوع الماضي عدة أحداث شملت حرق نسخ من المصحف الشريف أو إطلافها ما أثار الغضب في الدول الإسلامية التي طالبت حكومتي البلدين بحظر ذلك عندما يخرج الأفراد بشكل واضح ويهرقون القرآن يوميا كما رأينا مؤخرا فهذا عمل أساسي غير متعاطف إنه يضر بالدينمارك والمصالح الدينماركية ويخاطر بأمن الدينماركيين في العالم وفي الداخل كما أبلغنا جهاز المخابرات الدينماركي فإن الحرق الأخير للقرآن كان له نتيجة بصورة التهديد الحالية وتزايد التهديد الإرهابي ضد الدينمارك ستقتلح الحكومة تشريعا يحضر التعامل بشكل غير لائق مع أي رموز ذات أهمية دينية لأي طائفة الاقتراح سيجعل على سبيل المثال حرق نسخ من القرآن أو الإنجيل أو التوراة علنا فعلا يستوجب العقاب تظاهر ألاف لاجئين الروهينجا المسلمين الجمعاء في مخيمات في بنغلاديش مطالبين بعودة آمنة إلى بورما في الذكرى السادسة لأعمال العنف التي دفعتهم إلى الفرر تم تنظيم عددين من المظاهرات في عدة مخيمات محاذية للحدود مع بورما على الرغم من أن الأمطار الموسمية كانت حاضرة وشارك نحو عشرة آلاف لاجئين في التظاهر في المخيم الأكبر بحسب كتيبة الشرطة المسلحة المكلفة بالحفاظ على الأمن في المخيمات لقد عنينا من قمع هائل في وطننا اغتصب الجيش والميليشيات بناتنا أمام آبائهن دبحوا الآباء أمام تلك البنات في قرية شهدت العشرات يقتلون على أيديهم لا أستطيع أن أنسى تلك الحوادث لم نتمكن من ضمان التعليم لأطفالنا لم نتمكن من التحرك بحرية لا يوجد تطور ملحوظ في حياتنا إنه عالق هنا إن العيش تحت أكواخ القماش المشمع لسنوات هو أمر لا يمكن تصوره مؤلم من عيشه هناك نقص في الغداء أيضا لن يكون للجيل القادم مستقبل هنا لا نعرف ماذا نفعل لقد مرت ست سنوات ولا نعرف كم سننتظر أمر القضاء الفرنسي أمس الجمعة بمحاكمة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي 12 آخرين بتهمة تلقي حملته الانتخابية الرئاسية عام 2007 أموالا بشكل غير قانوني من الحكومة الليبية أنذاك وأعلن المدعي العام المالي الفرنسي جون فرنسوا بونيرت أن التحقيق الذي دام عقدا من الزمن قد أغلق رسميا وقال البيان أن المحاكمة ستستمر من جونفي إلى أفريل 25 وتعد القضية الأكبر من بين تحقيقات الفساد التي شهدتها فرنسا فيما يواصل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي نفية تهم المنصوبة إليه في تأكيد على أنه لا يوجد أدنى دليل على ذلك نشرت الخميس صورة جنعية لدونالد ترامب التقطت داخل سجن في ولاية جورجيا خلال التوقيف الوجيز للرئيس الأمريكي السابق الذي ندد بما أسماه مهزلة قضائية بتدخل انتخابه نتابع التقرير عبوسا ومحدقا في الكاميرا هكذا بدى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من داخل السجن بمقاطعة فولتون في ولاية جورجيا لحظة سجلت في التاريخ بوصفها أول صورة جنائية لرئيس أمريكي سابق فلنصف ساعة أو نحوها ظل اسم الملياردير ترامب على قائمة مساجين مركز احتجاز معروف بافتقاده الأمن وافتقاره شروطا نظافة فضلا عن كونه موبوءا بالحشرات ويشمله تحقيق تجريه وزارة العدل الأمريكية بعد وفاة عدد من السجناء فيه إنه يواجه رفقة 18 شخصا آخرين اتهامات بالابتزاز وارتكاب عدد من الجرائم سعيا لقلب نتيجة الرئاسيات الأخيرة التي فاز بها خصمه السياسي جو بايدن لكنه غادر السجن سريعا بعد أخذ بصماته كمتهم والتقاط صور جنائية له قبل إطلاق صراحه بكفالة حددت قيمتها بمائتي ألف دولار مع ذلك لم يتأخر ترامب في التنديد بما يحدث له ووصفه بالمازالة القضائية والتدخل الانتخابي ما حدث هنا هو ما زالت قضائية لم نرتكب أي خطأ لم أفعل شيئا خاطئا والجميع يعرف ذلك لم أحصل على مثل هذا الدعم من قبل وهذا ينطبق مع الآخرين أيضا ما يفعلونه هو التدخل في الانتخابات ومحاولة الددخل في الانتخابات لم يكن هناك شيء مثله في بلدنا من قبل لم نفعل شيئا خاطئا على الإطلاق ولدينا كل الحق كل الحق في الطعن في انتخابات نعتقد أنها غير نزيهة ونعتقد أنها غير نزيهة للغاية لا يخفي ترامب طموحه للعودة إلى البيت الأبيض العام المقبل بيد أنه لا يبدي حرجا أيضا في نعت خصومه الديمقراطيين بالتدخل في الانتخابات القادمة عبر تهام جنائية تطاله واتهامات منفك لشهور يفر منها إليها قال رئيس المجلس الوطني للرياضة في إسبانيا فيكتور فرانكوس إن حكومة بلاده بدأت إجراءات قانونية لتوقيف رئيس الانتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روباليس إثر فضيحة أخلاقية وأعلن فرانكوس في مأتمر صحفي الجمعة أن الحكومة الإسبانية بدأت إجراءات قانونية تسعى لإيقاف رئيس الانتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روباليس بعد فضيحة أخلاقية خلال احتفالات التتويج بكأس العالم للسيدات الفين وثلاثة وعشر انتهى اليوم مسار هذه الحكومة في رئاسة الاتحاد الملكي الاسباني لكرة القدم لذلك تبدأ الحكومة اليوم الإجراءات بحيث يتعين على السيد روبيلس تقديم توضيحات أمام المحكمة الإدارية الرياضية وإذا وافقت المحكمة الرياضية يمكنني أن أعلن أننا سنوقف السيد روبيلس عن مهامه كرئيس للاتحاد الملكي الاسباني لكرة القدم إلى هنا أصل وإياكم الاختام هذه النشرة الإخبارية هذه الأخبار وأخرى تجدونها على موقعنا الرسمي وكذا صفحاتنا عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي أما أنا فألقاكم على رأس الساعة التاسعة في ملازل لهم الأخبار لذلكم الحين في أمان الله اشتركوا في القناة